متابعين يا متابعي فيتو في كل مكان اهلا وسهلا بكم معكم ايات سامير ومراسل فيتو في محافظة الاسماعيلية لحقيقة النهاردة انا معاكم بطرح تجربة جديدة بتتم في محافظة الاسماعيلية وهي الحديقة او زي ما بيقولوا كده البستان الاستوائي طبعا احنا معانا صاحب المكان اللي هيكلمنا على سبب اختياره والزراعة الفاكهة والنباتات الاستوائية بخاصة نبات البن ودي طبعا سابقة بتحصل في جمهورية مصر العربية وفي محافظة الاسماعيلية تحديدة بتشهدها لأول مرة مدن القناة تفضل اهلا وسهلا بحضرتك عرفنا بنفسك انا المهندس احمد الهجاوي اهلا وسهلا باشمعندس اهلا مهندس ايه حكاية البستان الاستوائي والفكرة دي جات لك منين اصلا يعني الفكرة بتائب من انا كان والدي كان مريدي يعني كان عنده كنسر هم فطبعا كنا بندور له ابونا على تعليمات دكتور يعني كان اه جاي من برة ان هو كان عايز ان وفاكة مواينا فطبعا في الايام دي ما كانش اه محاولنا يعني ان احنا نجيبي الفاكهة جيب بكل الطرق وما توصلناش هم بتائبت مهيانا الفكرة ان انا اجيب الفاكه دي من برة وبتدي ايه هم ابيعها ووزعها هم تمام بس ابطلت معا فكرة من هنا يعني شوية شوية بدأتها او ليه ما نزلعها تمام حضرتك من ابناء محافظة الاسماعيلية او محافظة او محافظة الاسماعيلية تمام اه اه قولي هل هل انت اختارت المكان ده تحديدا اللي هو محافظة الاسماعيلية لزراعة الفاكهة الاستوائية دي هل كان عندك اه دراسة جدوى للمشروع اللي انت هتعمله بان هو هينفع او هيصلح مع مع مناخ المحافظة اكيد طبعا انا في الاول اه جربت الاشترادي طبعا بكزا طرق يعني بكزا طريقة وفي كزا مكان وتحت الصعب وبرا صعب وفي البيت عندي كنت بحاول استنبت انواع جديدة زي السناك فروت الكوانو انا بفضل اللي انا كنت اول حد ادخله مصر واول حد ازرعه برا مزروع عندنا يعني تمام عرفني بقى على الاصناف اللي انت زرحها هنا واسعارها ايه يعني اه يعني ده اللوزي الهندي ده نوع من انواع الفاكه الاستوائية تمام ويجود جدا زي العطف في مصر وبتحمل جدا المروحة ده كنا جايبين من السعودية من المملكة تمام متحمل جدا لكل درجات الحرارة بتحمل العطش بتحمل الجفاف بتحمل يعني سنف مميز جدا وفي نفس وقت سعر المنتج بتاعه غير يعني تمام فراجنا على باقي الاصناف بقى اللي عنده حضرتك كده دي انواع من الدرة ده درة احمر وفي عندنا درة صودة ده البنة يمنية ده البنة اليمنية قولي بقى انت بتكسب ازي يعني المكسبك بتحصله ازي احنا لي ناسكين في البيع يا ايما بنبيع سمار اه احنا اصلا بنورد سمار يعني بنستورد سمار فبالتالي ده بيقل عينا حمل الاستراض ان احنا ننتج بعض مفاكة طبعا عشان نكفي اللي احتياجات كلها الا ايه زرق وايه دي بقى كبرنا ده الدرة الصودة اه 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 ده برضو من انتاج المزرق هيا هم ده بينتج اغلى ديق في العالم هم اغلى انواع ديق في العالم تطلع من الدرة الصودة دي تمام دي كده شجرة البن متابعينا تابعينا اه بني يمني هي لستة لستة بتنتج يعني لستة السمار بتاعتها صغيرة زي ما حضركم شايفين كده بتجيب الشتلات دي من اين بقى يعني ممكن تبقى مصمرة هنا اه اه بطيدي تطلع الظهور تاني زي ما هاك شايفت هنا هم وكل ده ده هنا السمار هم وشجر غزير انتاج تمام وبعدين بيطرح مرتين في السنة هم متحوم جدا للتغاير المناخي اللي حصل في مصر تمام قل لي بقى انت اه مكسبك بتحصله زي يعني مثلا اه لو الشجرة ما انتجتش اوي فبنبتدي نعمالها بزور يعني الشجرة مسلا لو جابتلي خمسة كيلو فعلى مدار السنة خمسة كيلو دول بقى بتباحهم بكام وهو بتشتري الشتلة بكام يعني ايش الشتلة نفسها اه انا بعمل شتلات اه انا بنتك شتلاتي بتنتك اه يعني في عندك بصت اه وبصت ورا بتلاقي دي بزورة احنا برضو بنشتلها ونعمالها بتجيب البزور من اين بقى؟ بتستوردها اكيد مبارة البزور ام مبارة هم الحالة اللي هي التقليدية بتاعتنا الليمون البنزهير البرتقان الكلام ده هم مع التغير اللي حصل والمصاريف اللي بدأت ندفعها اكتر عشان نوازب التغير ده فبدأت ما ما تجيبش عمها هم فبالتالي النهاردة اللي جاي كله احنا في مناخ استوياء اصلا دلوقتي تمام بتسوي ازاي بقى المنتجاتك؟ انا قريدي بقى اصلا يعني عندي شركة توريد اه في المنتجات الاستوياء بس بتورد لجوة مصر بس اعتقد ان اللفئات معينة اه ان يعني اصلا السوق المصري كبير جدا يعني فمحتاج يعني قد كده خمسين الف مرة عشان نعرف ان كيفيه هو الوحده هم ده غير التصدير طبعا لو هيسهل عليها حيات كتير لان المنتجات دي مطلوبة بره اكتر من جوه انت ورتني لمون قلتلي وورتني حاجة نبتة اسمها كاف بوزة اه الليمون ده ده الليمون الكافيور هم ده اغلى انواع الليمون في العالم هم الكافيور عموما بس الاخدر ده ارخص نوع فيهم الكيلو بقى بيتبع بكام الاخدر ده من خمسمية الالف من خمسمية الالف في الاسود ده الكيلو بيوصل لعشر تلاف جنيه مصري هم ولو في التصدير السعر طبعا بيختلف بيوصل لحد الف يورو للكيلو هم تمام وكف بوزة اللي حتك بتقول لي عليها ان هي جالبة الحظ ايوة دي بتستخدم في ايه بقى؟ ده للمون برد للمون نوع من انواع اللمون بس ما يبقاش في عصير زي التاني او بيتبشر كده وبتحط على الاتصفور ده بتحط على الاتصفور تمام وكامل برضا حديك النوع تاني اللي هو الاسود منه هم تمام في اسود واصفر احمر كلهم الحمد لله تحيني ده الاحمر هم هم وده الاحمر برضو بص ده بيبتدي اه ده خلاص تلعيك تعمل نمو هيبتدي لون هم وده الاسود ده اغلق الماء اللون في الحالم هم تمام ده الاسود ده اللي بتلو بيوصل الف يورو وده برضو حضرتك بتوديه انتاج محلي؟ انا بوروض محليقة اه تمام واللي انت شايف ان ان مشروع زي ده يعني ممكن يكون مشروع كويس لشده مبتدئ مثلا وبدأته برأس المال كام؟ لا ايه المطور ببتدي معي طبعا تدريجي يعني اقتداش في يوم وليلة يعني بس يعني استيب بي استيب طبعا في البداية حدوص ممكن اقترب بشجرة واحدة وشطلة واحدة ام بتديت استبل الانرى يعني كميات وليلة جدا بتديت اطلع يعني سلمة سلمة ام بس المرضو يعني طبعا مربح جدا مربح يعني قطع من اي نوع فاكهة بالنسبان في مصري ان الفاكه دي غالية ببرة وجوه لانها تقريبا الندرة في العالم كله مش في مصري بس تماما هل هل عندك مستهدف عايز تحققه مسلا من زراعة البنة تحديدا من زراعة البنة اه طبعا مش البنة بس يعني من كزا منتج ان انا انا عايز يبقى مصري يعني ليها سوق تصديري كبير جدا في فاكه دي فده هيوفر طبعا علينا كمنتجين انها تبقى الاسعار بالنسبة لنا احسن بكتير يعني هنكسب اكتر بكتير وبالنسبة للدولة طبعا هندخل دولارات كتير من نسبة للبنة هيبقى لينا بنة مصري في عالم كله والبنة هيجود زراعته جدا في مصري يعني مش تمام متسكرة جدا شكرا ومراك موسيقى 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 شكرا